في أي عمر تجوزت فاطمة الزهرة كما نعلم نوعا ما هذا السؤال انتشر كثيرا في الأواني الأخيرة فقال أو قيل عقد النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين على ابنته فاطمة في الخامس عشر من رجب وحسب ما قيل وحسب ما راجع العلماء والباحثون الإسلاميين حول هذا الأمر من خلال اتباع بعض الحديث وبعض السير واسترشادا بالقرآن الكريم أيضا لأنه كان عمرها تسعة سنين كما هو مشهور أو معروف ولكن جاء بعض الأقوال التي نفت هذا الأمر وقيل بأنها من الممكن أنها كانت نوعا ما ما بين ثلاثة عشر سنة حتى خمسة عشر سنة فبالتالي هذا هو إجابتي على هذا السؤال ولا يوجد أمر مؤكد فإلى اللقاء أعزائي في حلقة أخرى وجديدة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر